موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بلا تردد على قاف ما معنى القوامة؟ لماذا وضع الإسلام القوامة بيد الرجل؟ في أي سياقات فهمت هذه القوامة والمسؤولية؟ أليس من المفروض أن تكون القرارات الأسرية مبنية على التشاور والتشارك؟ أليس الأصل هو المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة؟ لماذا القوامة من نصيب الرجل؟ ومتى تسقط هذه القوامة؟ ألا تستحق المرأة العاملة المنفقة أن تكون لها القوامة دون الرجل؟ ثم ألا تفتح هذه القوامة المجال أمام الرجال للتسلط على النساء والتحكم فيهن دون وجه حق؟ هذه الأسئلة وغيرها محط اهتماماتنا في حلقة اليوم من برنامج بلا تردد أرحب بهذا الجمهور العظيم هنا في الاستوديو أهلا وسهلا بكم السؤال الاستفتاء بنعم أو لا؟ هل القوامة أو على الأقل فهم الرجال لهذه القوامة قد يكون بابا لظلم المرأة؟ من يتفق مع هذا الكلام؟ يرفع يده؟ جميل من لا يتفق يرفع يده؟ جميل فلنسأل لماذا قلتم نعم ولماذا قلتم لا؟ أو صوتتم بنعم وصوتتم بلا؟ الأختنا نتعرف عليكي نجوة نجوة على فكرة بالغالبية النساء اللي صوتوا بنعم قد يكون القوامة أو فهم الرجال للقوامة باب لظلم المرأة نعم هذا الشيء هو حاصل فعلا أنه الرجل يستغل هذا الـ هذه أنا بعتبرها هي تكليف وليس التشريف إله أنه يكون عنده القوامة فهو بيستغلها أنه بيسيطر على المرأة وبيستخدمها ضد يعني ضد المرأة ومعاملة تكون سيئة للمرأة مو بالاحترام وبالتفاهم أنه أنا الرجل أنا القوامة بإيدي أنا المسيطر أنا وأنا 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 فبندرج تحتها أنه هي بتنظلم بيستغل هذه القوامة بيستغلها وبيكون في إلها ظلم لحقوقها كزوجة أو كإنسانة قبل أنها تكون زوجة على فكرة النجال يقول نحن لا نستغل نحن نستثمر 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 طيب الأستاذ هنا قلت نعم لا قال لا طيب نشوفه هاي الرجل قال لا يلا تعرف عليك السلام عليكم فخري من المغرب فخري هي القوامة كما قالت الأخت هو تكليف وفي نفس الوقت يكون تشريف نعم إذا هو مكلف يعني لازم يقوم على أشغال البيت كلها نعم بما أعطاه الله من قدرات يعني كراجل فيه شغل فيه كتير من الأشياء نعم وبيقوم حتى على سطر الأشياء اللي مثلا هو لازم يكون عنده حكم على هذه الأسرة كيف منهجها كيف يمشي نعم يعني لازم يكون عنده قرارات يعني صائبة بذلك يعني لا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا هذا التكليف وهو تشريف إذا نجح فيه لكن كأنه يضلم بيز زوجة لا هذا لا على فكرة قد تكون اتفقت معنا جوا بالأصل يا فخري طيب هون نسأل أيضا الميكروفون طيب الأخ هنا جوابت بنعم أو لا لا طيب على الميكروفون ليش جوابت لا لأنه قليلين اللي بيستخدموا هالآية عشان يستغلوا المرأة بهالشي قليلين قليلين جدا هذا اللي ما بيكون عنده اسمك عفوا محمد من سوريا أنا بدي أحكي لك أنت مش متزوج صح؟ صحيح كيف عرفت أنا؟ لأنك قلت قليلين صح؟ أنا أبدأ أقول لك والليساء بقوله كثر كيف أنت حكيت أنه قليلين؟ قليلين اللي شايفينه من المجتمع الغلط اللي عميجي من المرأة أكثر من الرجل آه فهون الرجل له الحق أن يمارس سلطاته تمام ويضبط الأمور مضبوط نعم والقوامه أعطيت أصلا له طيب مين كما قال نعم يساء استغلال طيب هنا رجل يا سلام عليك نصير أم نساء تعرف عليك أنا أسامة من سوريا أسامة من سوريا نعم نعم قد يستغل الرجل يعني مفهوم القوامة نعم لصالحه يعني قد هو يعني حسب البيئة يعني ظلم الرجل للمرأة حسب البيئة حسب طباع الرجل لكن قد يستغل خصوصا في مجتمعاتنا نحن قد يستغل الرجل مفهوم القوامة يعني يخذه حجة يفهمه فهما مغلوطا يعني كما قالت الأخت هو يعني تكليف وليس تشريف مفهوم القوامة نعم نعم جميل طيب من حكى أنه نعم عفوا لا أهلا صرنا اثنين نعم واثنين لا لا تفهم أو لا تأخذ يعني هذه السلطة وتفهم خطأ من الرجال لظلم النساء طيب أخذ أنت شو حكيت يا عفوا قلت نعم نعم يوساء طيب ماكيفون بس توصولها هي تعرف عليك سريعا ليش نعم يوساء نادا من لبنان نعم نعم لأنه بجأة بعيد نفس الحك أنه بيستغلوا هيدا الشيء ليكونوا هن الأقلقوا على المرأة نعم فيه طيب جميل بدي أشكر من قال نعم ومن قال لا بدنا نعرف يعني هذا المفهوم العظيم واللي على أساسه يعني تنضبط العلاقة بشكل كبير بين الرجل والمرأة نرحب بضيفنا هنا الشيخ الدكتور سالم الشيخي أهلا وسهلا بك دكتورنا وشيخنا سالم الشيخي فضل دكتور طبعا دكتور سالم عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وعضو مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا دكتور وشيخ سالم أهلا وسهلا بك ابتداء نحن نريد أن نتعرف على هذا المفهوم القوامة مفهوم هذا المصطلح العظيم لبناء الأسرة بدقيقة لو تكرمت علينا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا المفهوم بلا شك مفهوم القوامة من المفهيم التي يثار حولها الجدل في هذا الوقت في هذا الزمان نظرا لتدخلات فكرية خارجية القوامة هي من القيام على الشيء والرجال قوامون على النساء يعني يقومون على أمر الأسرة بالرعاية وبالحفظ وبالحماية ويقومون على الأمر الأسرة بما يدخل عليها السعادة في الدنيا والآخرة وإذا أردنا أن نفهم مفهوم القوامة على شكل صحيح ينبغي أن نأخذ هذا المفهوم في ظل مفاهيم إسلامية أخرى أولا من نص الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء ولم يقل الحق تبارك وتعالى الذكور قوامون على الإنث الرجولة والذكورة الذكورة هي أمر خلقي من الله تبارك وتعالى فطري الرجولة هي أمر كسبي يتعلق بالأخلاق وشي من رجولة هناك فرق كبير فلذلك الرجال هنا بما يحتوونه من خلق الرحمة والرعاية والمروءة والغيرة والحماية هذا هو هذا الأمر الأول الأمر الثاني ينبغي أن يفهم تفهم القوامة في إطار قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعايته فالقوامة تعني الرعاية وتعني المسؤولية الأمر الأخير أنها تفهم في ظل أن الرجل مكلف بحماية الأسرة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا إذا نظرنا إلى هذه المفاهيم الثلاث سنجد أن معنى القوامة بشكل واضح هو معنى يقوم على حسن الإدارة حسن التسيير على القيام بحماية الأسرة رعاية الأسرة القيام على شؤونها حفاظ على الأسرة من أن يشوبها شيء يكدر عليها حياتها في الدنيا أو يشغب عليها حياتها في الآخرة جميل سؤال الاستفتاء الذي كان هنا كان نظرة الناس نظرة النساء والرجال للتعامل تعامل الرجل مع هذا المفهوم مع هذه السلطة وهذه الميزة هل تكون بابا لظلم المرأة أو لا؟ استمعنا إلى الإجابات في الشارع أيضا دكتور وجمهورنا سألنا الشارع وكانت هذه الإجابات نشاهد في هذا الفيديو أنه يكون هو المدير هو اللي يدير شؤون البيت بشكل كامل على منهاج الشريعة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه في أمور الحلال والحرام بأنه يدعي الله سبحانه وتعالى حتى في بيته بالتي هي أحسن مع زوجته أو مع الأولاد وينصحهم على مبين لهم الحق والباطل ويعني يتصرف بالحسنة يعني يتدرج في تعامل يعني في العقوبات أو شيء يتدرج فيها شوية شوية حتى يعني إيش يصل إلى ما المطلوب منه هي أنه يكون الواحد ببيته رجل إذا بنا نحكي للرجال رجل بيقدر يحتوي ولاده ومرته وولاده يصرف عليهم يقدر يأمن لهم المتطلبات قدر إمكانياته طبعا يعني اللي هو شو عنده مجال شو عنده شلون بيقدر يطور حاله ويسعى للأفضل هاي القوامة القوامة إنه يحتويهم ويحبهم يعرف شو معنى الزواج يعرف إنه زواج له مسؤوليات مو الزواج لحتى يجي ويلاقي طبخة ولازم يتكون يعني عمرته يجي يسأله أول سؤال بيسأله شو كنتي عم تعملي طول النهار يعني شو بده تكون عم تعملي طول النهار بده تكون عم تشوف ولاده أو عم تراعيله بيته هاي القوامة بالنسبة للرجل زي ما احنا بنعرف ربنا هايش حكى في القرآن الرجال القوامون على النساء لكن هون لازم احنا نعرف معنى القوامة الحقيقي في كثير مننا فقط ترجموا أو فسروا هذا المعنى بأنه الرجال القوامة النساء هو الشخص اللي بيجي البيت كله تحت تصرفه هو اللي بيأمره هو اللي بيحكي اعمل سوي ولازم الكل يمشي تحت أمره بدون نقاش سواء كان صح أو خطأ وهذا هو المفهوم الخاطئ الرجل قوام ولكن ايش معنى القوامة الصحيح هو انك لازم اصلا تكون دائر بالك على هذا المنزل انت عندك اسرة كاملة تكون دائر بالك عليها من ناحية انت بتعمل صحيح على ياطيك العافية ولكن مش معناته انت بتعمل تدخل على البيت اعملي سوي اطبخ اعملي وفقط وانتهى لا بالعكس انت بتدير بالك عليهم تحتبرهمهم بتحاول تجعل المنزل منزل افضل بتحاول تمسك بيد مرتك واولادك الى الجنة هذا الاصل الانثى او الزوجة ايضا لها طبعا الدور الاساسي بالنسبة لي هي المسؤولة عن المنزل هي اللي ستكون بتربيه للأولاد فلازم الرجل في هذه اللحظات او في هذه الامور يراعي هاي المشاعر تاعت الانثى لازم يكون واقف اصلا جنب جنب معها ويمسكوا بيدين بعض ويشدوا بعض جميل 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 دكتور الاسس التي تقوم عليها القوامة في ديننا ما هي؟ لحماية القوامة وهذا المفهوم العظيم الذي تتأسس عليه الأسرة من ما ذكره الإخوة الآن والتخوفات كانت هذه الأسس الأساس الأول أن القوامة تقوم على القيام على حدود الله الرجل لأنها ما هي القوامة؟ هي إدارة لمؤسسة هناك مؤسسة اسمها مؤسسة الأسرة الرجل فيها مدير لهذه المؤسسة لا غير كأي مؤسسة لا يمكن للمدير أن يعطى الإطلاق بأن يتصرف كيف ما شاء يظلم من شاء يتجاوز من شاء هناك حدود في أي مؤسسة الله تبارك وتعالى جعل حدود في مؤسسة الزوجية تلك حدود الله فلا تعتدوها وللآيات كل الآيات التي جاءت فيها ما يتعلق بحدود الله هي جاءت في شؤون في قضايا الأسرة إذن أول أساس أن تكون القوامة في ضمن حدود الله تبارك وتعالى بمعنى أن يكون الرجل لا يقع لا في ظلم ولا تجاوز لهذه الحدود ولا يأمر بغير أمر صحيح ولا يكلف الزوجة والبيت ما لا يطير هذا الأمر الأول الأمر الثاني المعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إذن المعاشرة بالمعروف هي الأساس الذي تقوم عليه القيامة الإدارة كأي إدارة في أي مؤسسة العلاقة القائمة بين المدير وبين بقية الموظفين هذه العلاقة هي التي تحدث وئام تحدث سكينة تحدث إنتاج تحدث عطاء في داخل هذه المؤسسة إذا قامت العلاقة بين الزوجين على أساس المعاشرة بالمعروف الرجل عندما يقوم بأمر القوامة يتزم بأن يكون كل ما يطلبه وكل ما يعطيه وكل ما يبذله ويأمر به في هذه الأسرة أو يوجه بهذه الأسرة يقوم على أساس المعاشرة بالمعروف بإذن الله ستكون القوامة على خير وأنا فقط أذكر أن المعاشرة بالمعروف هو أن تعامل الآخر بما تحب أن تعامل أنت به الأمر الثالث والمهم هي أن الإدارة إدارة الأسرة تقوم على أساس المودة والرحمة والسكينة ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكروا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إذن السكينة المودة الرحمة هي الأساس الذي تستقر عليه القوامة القوامة قوامة على ثلاث أسس نعم طيب يعني سؤال كبير جدا يسأله كثور يعني ما هي أسباب القوامة؟ لماذا جعلت أصلا القوامة؟ وهل تتأثر بالمتغيرات المعاصرة؟ لا شك أن هناك سبب عام قبل الدخول في الأسباب التي ذكرت في كتاب الله نعم وهو أنه لا يمكن بحال أن تستقر هذه الأسرة دون إدارة هل رأيتم مؤسسة شركة إدارة مصنع يمكن أن يقوم دون أن تكون له رأس يتحمل المسئولية يتحمل إصدار القرارات يتحمل عاقبة الأمور يشرف على خطط هذه المؤسسة يشرف على تنفيذ مقاصدها وأحكامها الرجل هو القائم على هذا الباب إذن المعنى الفطري العام الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه الوجود الإنساني أنه لا يمكن أن تلتقي يلتقي رجل ومرأة لتأسيس مؤسسة دون أن يكون هناك قائد أو يكون هناك قيم وكان السؤال لماذا لم تكن المرأة هي القيم أو لماذا لم تكن القوامة مشتركة بين الاثنين جاء الجواب حاسما في كتاب الله تبارك وتعالى أن القوامة للرجال القوامة في كتاب الله تبارك وتعالى مفسرة أو معللة بأمرين اثنين لماذا لماذا للرجال يعني؟ أنا جايك الآن في الكتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الأمر الأول بما فضل الله بعضهم على بعض وهذا التفضيل هو كما نكرر على الدوام هو تفضيل للوظيفة رعاية الأسرة هذه بما فيها من المشاق بما فيها من المتاعب بما فيها من الإرهاق بما فيها من تحمل المسئولية تحمل مسئولية حقيقية تجد المرأة ركن تركا إليه يجد الأولاد ركن إركنوا إليه الأسرة تكون هناك حماية لهذه الأسرة هذه الأسرة محمية في عليها غيرة في عليها لها حماية معينة يعني إشراف في الحدود المقدور عليها بالنسبة للرجل هذه تحتاج إلى مواصفات خاصة هذه المواصفات من عشرة الناس والاختلاط مع الناس والتجاذب مع الناس واحتكاك بالحياة وتوفير أمر المعاش مع الناس كان الرجل أقدر هذا هو التفضيل أقدر في مواجهة الحياة من المرأة المرأة لا تحتمل كثير من ما يعصف في مواجهة الحياة الأمر الثاني وبما أنفقوا من أمواله بما أن الرجل ملزم شرعاً بأن ينفق على زوجته ملزم شرعاً يجب عليه شرعاً أن ينفق على زوجته وعلى أسرته فالنفقة عليه واجبة من أجل هذا الباب أعطي حق القوامة لذلك نقول إذا اختل أن الرجل ما عادت فيه هذه المواصفات أو اختل عنصر الإنفاق لا نقول أن القوامة تنتقل للمرأة هنا الأمر ينتقل إلى الجانب القضائي القاضي يحكم أن هذا الرجل أصبح غير مؤهل لإدارة هذه الأسرة وعندها إما أن يطلق أو أن يطلق القاضي عليه وأنا كما قلت سابقاً الرجال قوامون على النساء وليس الذكور قوامون على الإناث نحتاج إلى رجل صاحب خلق صاحب قدرة على الإدارة صاحب قدرة على اتخاذ القرار يتحمل المسئولية يعاشر بالمعروف يقف عند حدود الله حتى تستقيم أمر القيامة على أمر الله تبارك وتعالى جميل أرجو أن تكون المفاهيم وضحت لدى جمهورنا أكيد كثير من التساؤلات عندكم سؤال الأسئلة مفتوحة طيب تفضل نتعرف عليك ابتداءاً وسؤالك بسم الله الرحمن الرحيم صهيب من المغرب أهلا يا صهيب نشكركم على حسن ضيافتكم ودعوتكم إلى هذا البرنامج الشيق بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم عذو الله مشتراجي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم تخالطت الأفكار وتضاربت الآراء فمنهم من يرى أن القوامة هي القيام بأمور الأسرة والبيت ورعاية الزوجة وحمايتها ومنهم من يرى وفي ذلك يكون هناك تكليف بالنسبة للرجل ومنهم من يرى أنه تشريف أي أن الرجل أخذ حق القوامة بالسيطرة والقيادة على أمور البيت هل هناك ضوابط في شرعنا في شرع الدين الإسلامي تعطي هذه القوامة إلى الرجل بحيث أن هناك مواد معينة مثلا القوامة تعطى بحق إلى هذا الرجل بحيث أنه مثلا يدير الأسرة يأتي بالمال يرعى الأسرة كذا كذا مجموعة من المواد محددة أو لواز مضبوطة يعني تفصيل القوامة ماذا نعني القوامة؟ تفصيل المهام للقائم للرجل صاحب القوامة ما هي المهام الموكلة إليه؟ ما هي الصلاحيات المعطى له؟ صح يا صهيب؟ هل هناك مواد معينة يعني مهام معينة حتى يكتفي هذا الحق بالنسبة للرجل وفي حالة إخلاله بتلك الشروط مثلا تسقط عنه القوامة؟ أنا كما ذكرت أن من يريد أن يتصور القوامة تصورا صحيحا فلينظر إلى أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع وليتصور الحالة المثلة التي تقوم عليها هذه المؤسسة هذه المؤسسة إن كان نجاح الإدارة أو قيادة المؤسسة فيها كانت أدت إلى استقرار المؤسسة أدت إلى أداء المؤسسة لوظائفها أدت إلى تحقيق المؤسسة لأهدافها ومقاصدها أدت إلى حماية المؤسسة من أي اعتداء خارجي أدت إلى أن هناك نوع من الوئام والترابط بين أفراد هذه المؤسسة عندها يمكن أن نقول أن هذا إنسان ناجح في قيادته وفي إدارته للمؤسسة إذا كان العكس إذا كان الإدارة فيها التسلط وفيها التجبر وفيها التعنت وفيها عدم الرعاية وفيها التخبط وفيها عدم القدرة على إيصال الأسرة إلى بر الأمان فيها عدم القدرة على إيصال الأسرة إلى أهدافها ومقاصدها الأسرة من أهدافها الاستقرار من أهدافها أن تنشئ جيلاً صالحاً من أهدافها أن تعيش أسرة سعيدة وفيها نوع من الوئام في مجموعة من المتطلبات إذن نفس المقيس نسقطها على أمر القوامة إذا كان الرجل يقوم بدوره في حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى في حدود المعاشرة بالمعروف أداؤه لهذا الدور أدى إلى كفاية الأسرة واستغنائها أدى إلى استقرار الأسرة واستمرارها أدى إلى تحقق أهداف الأسرة ومقاصدها أدى إلى حالة من السعادة في الدنيا وفي الآخرة أدى إلى حالة من الوئام والتماسق داخل هذه الأسرة أدى إلى أن هذه الأسرة أدت أدوارها الوظيفية في داخل المجتمع عندها يقول أن هذا الرجل قد قام فعلاً بدور القوامة أما من يصحب القوامة؟ القوامة لا تسحب إلا بقرار قضائه القوامة لا تسحب يعني الرجل متى يصدر القاضي قرار بالتفريق بينه وبين زوجتي عندما يكون الرجل قد وصل إلى مرحلة في نواحي القضاء لا يمكن استمرار الأسرة بعدها ولا يمكن أن تحقق الأسرة أهدافها ولا استقرارها ولا تحقيق مقاصدها ولا غايتها نعم سؤال أيضا تفضلي تعرف عليك السلام عليكم شيخ شهناز من لبنان أنا بدي أقول لك أنه ربنا قال عن الرجال أنه هو قوامة البيت يعني هو العمود للعائلة كلها بتستند عليه وهو اللي بيحميها مثل ما حضرتك تفضلت بس أنا بدي أسأل أنه هؤلاء الرجال اللي مفاكرين أنه القوامة بالعنف أنه يضربون نسوينهم كل واحد عم بيربي بنت ببيته وعم يتعب عليها بيقبل إذا زوجها يعملها بالعنف هذا موضوع كبير جدا يعني البعض يرى بأن القوامة دكتور يعني سلطة دينية بيد الرجل وقد تصل به يعني يصل به التفكير أن هذه السلطة يعني تسمح له بأن يضرب حتى يعني إذا كانت الناس اليوم يتخيلوا أن مدير مؤسسة من المؤسسة بكونه مديرا يعني أن له الحق للتسلط له الحق أن يلغي شخصية الموظفين الذين معه فيمكن أن يتحقق هذا في إدائرة القوامة القوامة لا تعني بأي حال من الأحوال إلغاء شخصية المرأة ولا تعني بأي حال من الأحوال تسلط الرجل على المرأة القوامة تكليف عظيم وخطير ومسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى لو تخيل الرجال حجم هذا التكليف لأشفقوا على أنفسهم لو تخيلوا أنهم في يوم القيامة سوف يسألون عن كل صغيرة وكبيرة في هذه القصرة سيتشبث الأولاد الصغار والبنات ستتشبث الزوجة بعنق هذا الزوج وستقول لرب العالمين في يوم القيامة يا رب اسأل فلان لم ترك كذا ولم فعل معنا كذا ولم لم يأمرنا بكذا ولم لم ينهانا عن كذا ولم تركنا مع أنفسنا وأهوائنا لم لم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن مكر في داخل بيتي لم لم يقم بواجب الحماية لماذا لم يحمين من عذابك يوم القيامة القوامة تكليف و لكونها تكليف فلها أسس هذه الأسس إذا غفل عنها الرجال يتكئوا على أبسط الأحوال كما اتكى كالإمارة إمارة الناس أو قيادة الناس أو رئاسة دولة من الدول أو حكومة من الحكومات إذا اعتقد رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو أمير الدولة أو ملك الدولة أن قيادة الدولة هي التسلط والتجبر والتمكّم من رقاب الناس و من أموالهم لن يجني بعد ذلك خيراً إذا تخيلها كما تخيلها عمر رضي الله عنه أنها أمانة و أنها مسؤولية و أنها كما قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خزن و ندام و أن كل الرعية عنده سواء و أنه عليه أن يحمي هذه الرعية و أن يصون أعراضهم و أن ينفسون نفوسهم و أن يصون أموالهم و أن يحفظ عليهم دينهم و أن يقوموا بهذا الواجب لا علم هذا الحاكم أو هذا الرئيس أو هذا الملك أن القيادة هذه الدولة هو تكليف و ليس تشريف حمل ثقيل و ليس بغطاء أو بلباس يلبسه ليسيطر به على أعناق الآخرين نعم سؤال أيضاً فوق شروك من نبلان بدي أسألك شيخ هل تعتقد أنه علاقة هل تعتقد تعريف القوامة عند الرجال له علاقة بتربية الأهل لأولاد من الصغر يعني الولد بس يشوف بيو عبي عامل أمه منيح تربية بالبيت هو كمان بس لا يكبر و يتجوز لحي عامل نفس المعاملين عبي شوفها يعني هل هي إلى علاقة ولا الواحد هو بده يعني يسقف نفسه بنفسه نعم هذا السؤال في غاية من الأهمية والأب الذي يسكت اليوم عن ظلم الأخ لأخته و ينحاز إلى الولد الأب الذي يظلم الزوجة أمام الأبناء هو لا يجني في آخر المطاف إلا أولاد ينعكس لديهم المفهوم الخاطر للقوامة القوامة نعم هي مفهوم لكنها أيضا سلوك و سلوك يأخذه الإبن من الأب و تأخذه البنت من والدها المفهوم الصحيح كثير من البنات اليوم لماذا يعني يتحسسون من مسئلة القوامة لأنهم رأوا و شاهدوا في بيوتهم نموذج لأب مسيطر متسلط متجبر متغطرس يظلم الأم يضرب الأم يعتدي عليهم فذلك كارهة البنات مفهوم القوامة بناء على هذا الأمر و هذه يعني كما ذكرت أختي المسئولية المسئولية الكبيرة هناك أحد المدربين سأل سؤال عندنا في بريطانيا سأل سؤال من دورة للعلاقات الزوجية فقال من من الأزواج يعني يستطيع أن يقول لزوجته أنني أحبك يرفع يده فرفع ثم سأل سؤال من من الأزواج لا يستطيع أن يقول لزوجته أنني أحبك يجد حرج ويجد ثقل فرفع بعض الناس أيديهم فسأل الذي قال لا أستطيع فقال في الدورة قال أنني عشت طول حياتي لم أسمع من أبي أنه قال كلمة حب لأمي وقال الذي قال أنا أستطيع قال أنا عشت في بيت كله كان يعيش على كلمات الحب والأنص فإذاك هذه المسألة مثل ما ذكرت الأخت في غاية من الأهمية وغاية من الخطورة نعم سؤال أيضا هنا تفضل سؤالي دكتور مثلا الرجل يرى أنه في قوامته مستقيم ويعني أموره مضبوطة وهذا الموضوع هو ماشي مع أسرته وكل شيء لكن تجي زوجة مثلا تخالفه في هذه الأمور فيقع الصيجار فكيف يعني ممكن أن يتفادى هذا الأمر وثانيا يعني الرجال قوامون على النساء ممكن تكون هذه الآية شاملة ليست للأجواز فقط يعني جميع الرجال هم قوامون على جميع النساء في المجتمع الإسلامي معالجة الأخطاء التي تكون من الزوجة بالنسبة للرجل وهو يقوم بواجب القوامة كأي معالجة مطلوبة تكون بالحكمة تكون بكلمة طيبة تكون بالنصح تكون بالإرشاد لأن بعض النساء يكون الخلل في الفهم عندها فهم خاطر القوامة عندها عداء فقد توارثته في موضوع القوامة فتشرح وبعض النساء عندها موضوع في السلوك فتحتاج إلى الصبر وتؤدى الإنسان إذا رأى خطأ من موظف أو خطأ رأى من شخص معه في مؤسسة يقودها لا يمكن أن يستعجل بالفصل أو يستعجل بالطرد أو يستعجل بالعقوبة نستعطي في إنذار أول وإنذار ثاني وإنذار ثالث وتتفهم هذه التصرفات الأمر الآخر لا الرجال قومون عن النساء في أمر البيوت ليس غير بما أنفقوا بما أنفقوا من أموالهم لم يفضل الله بعضاً من بعضهم بما أنفقوا من أموالهم أما العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع المسلم لا تقوم على أصل واحد أن بعضهم من بعض يعني يقومون جميعاً على المعاونة والتعاون على الطاعات والقربات ويتعاونون جميعاً على حفاظ على المجتمع من أي انتهاك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سؤال تفضل ندا من لبنان سؤال أنه هلأ المفهوم يلي هو هلأ مسيطر شوي على عقول الرجل أنه هي القوامة هي السيطرة كيف بدنا نلغي هيدا شي من عقولهم أنه إذا هن التربية اللي هن أخدوه مثلا القوامة هي السيطرة وتحكم بالمرأة نحن هلأ كيف نقدر نعطيهم المفهوم الصحيح بما أنه معظم الرجال معظم النساء حتى ما عندهم هالإنفتاح الديني هلأ مثل قبل أو ما عندهم هال خلس التكنولوجيا والأنترنت هي المسيطرة على عقولهم فكيف نقدر أنه نعطيهم الواقع الصحيح أو المفهوم الصحيح لهيدا الكلمة فيه بس ملاحظة لاحظت معي قالت معظم الرجال معظم الرجال بالله النساء اللي هون أنا ذكرت النساء كامل النساء اللي بيعتقدوا أنه معظم الرجال يعني معنده يسيئوا أو بيستغلوا هذا يرفع يديهم مرة تانية بس آه ما في طيب ندى قالت أنه معظم الرجال بدنا نفهمهم يعني معنى القوامة يعني فيه إساءة بالحيث المصطلح حتى لفهم الرجال لمعنى القوامة النساء نساء نساء صح اللي بتحكي فينا دا معظمهم فيه؟ آه فيه فيه طيب جميل غريب لا ليس بغريب لأن هذه المسألة تشترك فيها مجموعة من المؤسسات المجتمعين إذا ظننا أن مفهوم القوامة سيتعدل فقط ويستقيم بالأسرة فقط نحن نخطئون هذا مفهوم والمفاهيم اليوم تتعرض للتشويه والتبديل والتغيير كل المفاهيم الإسلامية معرضة ليس مفهوم القوامة وحده ومفهوم الطاعة ومفهوم القوامة مفهوم الزوجة ومفهوم الزوج ومفهوم العلاقات كلها معرضة لنوع من التشويه لذلك الدور يكون في الأسرة بوضع سلوك الأب وبيانه وسلوك الأم وبيانها لمفهوم القوامة بالنسبة للأولاد والبنات من الذي سيرصق عند البنت أن القوامة يمكن أن تقبل ويعيش بها الإنسان سعيد وهي أمر إلهي وهي قسمة إلهية بوفق هذه الشروط من الذي يربي الأبناء الأسرة ثم بعد ذلك تأتي دائرة المدرسة لماذا أختي الكريمة لا تكون هذه المفاهيمة جزء من مكوناتنا التعليمية لماذا المناهج التعليمية تدرس في كل شيء نقرأ في تاريخ كولومبوس ونقرأ في تاريخ من اكتشف جزر امتهت في الزمن الماضي ولا نقرأ في قضايا تتعلق بواقعنا اليوم إذن المدرسة تحتاج إلى إدخال في قضايا الأسرة وقضايا العلاقات الأسرية وقضايا الاستقرار الأسري تحتاج أن تكون في إطار المدرسة المسجد لماذا الخطباء أئمة الجمعة الذين يخطبون عنه لماذا لا يصحون المفاهيم لماذا نتكلم عن قضايا بعيدة وقضايا أحيانا تكون بعضها سنن وبعضها نوافل ونترك هذه الأصول لماذا لا يكون لدينا حديث واضح جدا جدا حول مفهوم القوامة ومفهوم الطاعة مفهوم الحب مفهوم الاستقرار العلاقات الزوجية مفهيم عشرات المفهيم الإعلام له دور كبير جدا في تصيح هذا المفهوم الإعلام لا أتكلم فقط عن برامج دينية أو برامج إعلامية بل أتكلم عن برامج ثقافية أو برامج يعني دراما وغيرها هذه كلها يمكن أن تورث مفهيم صحيحة ويمكن أن تورث مفهيم خاطئة من الذي جعل المرأة تدخل في صراع مع الرجل وتتبنى منهج الأنثوية أكثر من دوائر الإعلام الإعلام الذي أخرج المرأة تحت إطار الاصطهاد والظلم وتعرضها للعنف دخلت كثير من المفهيم الخاطئة دكتور سالم الشيخي الآن كيف يعني كيف للأسرة و لهذا المركب أن يمضي بالتشاور بالتشارك دون الإخلال بمفهوم القوامة وبما تفرضه وتنتهيه أول أمر أنه على الزوج والزوجة أن يتصورا أن الحياة لا تقوم على أصل فقط الحقوق الوجبات لا تقوم على إجراءات إدارية العلاقة بين الزوجين لا تقوم على إجراءات إدارية هذا حقي وهذا حقك لا ينبغي للرجل أن يتمسك أن القوام حقه والمرأة تتمسك بأن كذا من حقها إنما الأصل أن يتعاون جميعا المرأة تعين الرجل على أداء دوره في موضوع القوامة والرجل يستشير المرأة ويستأنس برأيها ويشاركها في أمور الحياة حتى تعينه على حمل أعباء القوامة هل رأيتم مؤسسة رأيتم شركة رأيتم مصنع رأيتم إدارة نجحت فقط بجهود المدير أو نجحت فقط بجهود بعض الموظفين الإدارة الناجحة اليوم هي الإدارة التي تستطيع أن توصل الرسالة لكل الطواقم الإدارية أننا جميعا في سفينة واحدة ومركب واحد جميعا نريد أن نحمل هذا الثقل إذا دخلت إلى الأسرة شوائب أنا وأنت حقوقي وحقوقك أنت ليس لك من حقك وهذا يقول له هذا ليس من حقك بدأت حالة الانشطار إذن أولا بناء الأسرة على مبدأ العدل مبدأ الإحسان بناء القوامة على مبدأ الشورى ومبدأ السماع بناء الجميع على مبدأ الاحترام والتقدير إذا طلب الرجل يطلب باحترام وإذا أمر يأمر باحترام وإذا طلبت المرأة تطلب باحترام وإذا أسعفها أمر كل ذلك يدور في دائرة الاحترام ثم العنصر الأساسي في كل ذلك هو عنصر الحب الحب الذي يجعل الإنسان يتقبل من المحب كل ما يقوله ولذلك إذا صلح القلب كما قال صلى الله عليه وسلم صلح سائر الباب إذا كان الإنسان استطاع أن ينشئ علاقة عاطفية علاقة حب وسكينة ومودة بينه وبين زوجته عندها المرأة تفهم الأوامر من إشارة عيونه وهو يفهمها من إشارة لغة الإشارات تكفيه مع اللغة الحقيقية لماذا؟ لأن هذا الحب هو الذي يؤسس لهذه العلاقة على أساس سليم وعندها لا نجلال لأمر ولا لنكرر لمفهوم القوامر فكل يقوم بدوره على غاية من المحبة والمودة على فراش مبسوط من السكينة والهناء يجب أن تعلموا أيها الإخوة والأخوات إن هذه المفاهيم مترابطة متشابكة لا تظنوا أن الإنسان يمكن أن يفتقد موضوع الحب أو موضوع السكينة أو موضوع الثقة ثم يأتي ويعيش سعيد ثم يأتي ويريد قوامة لا تظنوا أن الرجل يمكنه أن يحقق القوامة الصحيحة وهو يفتقد إلى مجموعة من هذه مجموعة من المفاهيم من القضايا من الأسس مترابطة متشابكة مع بعضها تنتج شيء اسمه السعادة والاستقرار في العلاقات الزوجية جميل دكتور يعني البعض يقول بأنه نحن نتأخر في فهم موضوع القوامة أو إفهام الأزواج يعني المقبلين على الزواج هو المفروض أن تكون مرحلة سابقة للارتباط يعني الشركات عندما تريد مثلا أن توظف مديرا تطلب أو تسأله سؤالا يعني كيف ستدير الشركة اكتب لنا ملخص يعني هذا السؤال لماذا لا يسأل للمقبل على الزواج لماذا الأسر ابتداءا تتهاون بإفهام من يأتي إلى ابنتي ليخطيبها أنه كيف تكون القوامة ما مفهومك للقوامة دور الكبار بتفهيم المقبلين الأزواج المقبلون على يعني هذا المشروع هو ليس الدور مرتبط فقط بالأباء أيها الأخ الكريم هناك مجتمع هناك دوائر أيضا تتحمل المسئولية تجاه ما يتعلق باستقرار الأسر هناك تجربة فريدة جدا حدثت في ماليزيا ماليزيا في سنة من السنوات قديما وصلت فيها نسب الطلاق نسب مرتفعة جدا فتبين لها أن الشباب عندما يقبلون على الزواج ذكرا وإناثا لا يكونوا على علم بأسس الاستقرار والعلاقات الزوجية فقررت أن تجعل جزء من متطلبات عقد الزواج في ماليزيا دورة يحضرها الشاب والشابة الذين يقبلون على الزواج مدتها تقريبا ستة إلى ثمان ساعات تشرف عليها المحاكم دوائر المحاكم تشرف عليها ولا يمكن عقد الزواج إلا بورقة حضور إلى هذه الدورة فحدث نقص كبير جدا جدا في عدد نسب الطلاق حتى وصلت ماليزيا إلى أقل نسب الطلاق في العالم بهذا الأمر إذن المسألة إذا كانت هناك توعية ليس فقط بأمر القوامة هناك القوامة والطاعة هي من حقوق الزوجة لكن هناك أيضا حقوق الزوجة هناك الحقوق المشتركة هناك ما يتعلق بالبناء الأسري إذن الذي يساهم في بناء أسر مستقرة الأسر ابتداءا ثم الدوائر الاجتماعية بعد ذلك قديما كان الولد يأخذ النصيحة من الإمام ويأخذ نصيحة من العم ويأخذ نصيحة من الخال ويعينوه على استقرار وكانت البنت تأخذ نصايح اليوم هذه النصايح أصبحت جزء منها سلبية وجزء منها غير موجود أصلا الولد نهتم أنا بزواجه نعد له كل ما يريده في أمر الزواج إلا أن أثقفه في موضوع علاقاته الزوجي وكذلك في أمر البنت ممكن نجيب لباس الزفاف أذهب إلى آخر الدنيا أسافر إلى دولة أخرى حتى أحضر فسان الزفاف ولا أقططع عشر دقائق أو نصف ساعة من وقتي أقول لبنتي كيف تعيش زوجة سعيدة وفي أسرة مستقرة نعم جميل الآن الباب مفتوح أيضا للجمهور وأسئلة الجمهور المايكروفون لو سمحتم طيب يلا معك المايكروفون بلش من عندك السؤال محمد من سوريا هلأ دكتور الأخ غير قوام على أخته أو على بنت أخي أو بنت أخته ولا بيحقل له هالشي وسؤال ثاني هلأ بالنسبة للشخص اللي بدي يتزوج مرة ثاني فهذا بيكون مفهوم الغلط للقوامة إيش السؤال الثاني؟ إذا كان الشخص تزوج مرة ثاني بيكون من المفهوم الغلط للقوامة لا هو لازم نفرق بين الولاية وبين القوامة البنت مدامت في بيت أبيها فالولاية للأب والأب هو المسؤول لأنه ينفق عليها الأب ويرعاها ويحميها الأخ ولايته ناقصة مع وجود الأب إذا كان الأخ هو المسؤول والأب غير موجود فولاية الأخ قائمة في التزويج وفي غيرها أما القوامة فمعنى آخر له علاقة بالزوجين وذلك جاء فيه قضية الإنفاق شرط الإنفاق وأيضا ذكر في آخر الآية فالصالحات وقانتات إلى آخر الآية السؤال الثاني هل مفهوم الخطأ للولاية أو للقوامة يدخل في موضوع أنه يتزوج التعدد ليس له علاقة بموضوع القوامة التعدد هو قرار شخصي للزوج يراعي فيه مصالح هذا القرار وما يترتب عليه من مفاسد ويكون في الإطار الشرعي المتاح والمطلوب لا يعني أنك قيم بالضرورة أنك تتزوج هذه ليست تتزوج الثاني أو الثالث ليس هذا هو معنى الآية بأي حال من الأحوال لأن الزواج لا علاقة له بالقوامة الزواج هو قرار ذاتي بالنسبة للرجل يراعي فيه فقط المصالح الأسرية والمفاسد الأسرية فكم من زواج جلب مفاسد وكم من زواج كان المفروض أن يكون لأنه فيه مصالح حقية تعود على الزوج نعم السلام عليكم أنا مساء من سوريا دكتور مع الأسف أغلب الصفات التي ذكرتها غير موجودة في الذكور الآن حاليا حتى يكتسبوا صفة القوامة في شريحة كبيرة من المجتمع ليست فيهم هذه الصفة أكيد ليس الحل أن نذهب إلى المحكمة والقاضي وأن يفرق بين الزوج وزوجته يعني تصبح كارثة لكن الحل الوحيد هو أن نشيع هذا المفهوم الصحيح نعم ما هي أفضل وسيلة لإشاعة هذا المفهوم الصحيح بين الرجال؟ جميل هو بالغالب دائما يقال يعني النساء يعيرنا كثير من الرجال بكل الرجال حافظين آيتين الرجال يقوامون على النساء ومثنوا ثلاث وربعة يعني كأنه يقول أنه فهمكم خاطئ وفهمكم مقصور فقط في الآيتين ويعني دليل على أنه أصلا فهم الآية أو الآيتين خاطئ أنا أقول لك من خلال التجربة التي عشتها في الإصلاح في عمل الإصلاح والوساطة الأسرية لأكثر من 17 سنة أني فعلا أقول بأن المفهيم الأسرية الأساسية من مفهوم الأسرة مفهوم السكن قضية الزوجة القوامة الطاعة العدل الإنفاق المعاشرة بالمعروف هذه المفهيم ضربت ضربا شديدا وانحرفت في مسارات ولم تعد لها وجود عند كثير من الرجال من من رأيت لكن مزال الأمل مفتوح مدام الرجال يجلسون في خطبة الجمعة مدام الرجال يعني يتابعون النصح والإرشاد بين يوم وآخر مدام هناك طائفة من المسلمين تدعو الناس لتصحي هذه المفهيم وتصحي هذه التصورات الأمل موجود أما يا أخي لا يقتضي عدم وجود الصفات أن نسحب القوامة من الرجل مباشرة أنا أقول لك مثلا لو الرجل فقط صفة الغيرة على زوجته أو الرجل فقد صفة الحماية لزوجته أو الرجل سقط عنه أنه ما عاد يريد أن ينفق على زوجته هذا كل أحكام ستترتب على هذه المسألة بمعنى آخر أن الرجل قد يصل إلى مرحلة يكره أن يكون البقاء معه لأنه فقد لكن مسألة مرحلة من المراحل يجب أن تنتهي هذه العلاقة لأن وجود الرجل أصبح مخطر على المرأة كان يفقد موضوع الغيرة كان يفقد موضوعات كثيرة مطروحة في البابها القضائي نعم نعم سؤال تفضلي يعني هو شبيه بالطرح الدكتور هي القاعدة إنفاق بما أنفقوا هي فقط إنفاق مال ولا هي إنفاق احترام ومشاعر ومعاشرة بالمعروفة والقصد هو مش فقط إنفاق بالمال صحيح؟ من شروط اللي هي القوام الدكتور أحي تجاوب آه يعني هو الدكتور جاوب نفس الكلام نعم المقصود بالإنفاق فقط المال وسؤال آخر دكتور يعني الآن لو مسألة الإنفاق الآن لو الرجل يعني المرأة هي التي تعمل يعني الذي ينفق في البيت هي المرأة وليس الرجل وقطع الإنفاق على البيت القوامة ما هو حالها نحن نتكلم عن الأصل الأصل أن الرجل مطلوب منه شرعا وجوبا أن ينفق على زوجته هذا الأساس نعم وليس الإنفاق إلا هنا في هذه الآية هو إنفاق المال بقية الموارد الأخرى التي ذكرتها من المعاشر هذه جاءت بنصوص أخرى ومطلوبة من الرجل في مجالات أخرى نتكلم على مسألة الإنفاق والتبعات المالية المتعلقة في عنق الرجل بالنسبة لأسرته طيب لو أن المرأة أخذت هذا لا يعطيها حق القوام هي عذا هي اشتغلت وعملت فهذا باب الإحسان هي تحسن به إلى الأصل لأن هناك قرارات كثيرة جدا تحتاج إلى رجل في البيت يعني يكون أمام هذه القرارات هناك مسؤوليات غير مسؤولية المال المرأة ممكن تشتغل مدرسة طبيبة تعمل في أي مكان لكن الحياة ليست هذا المجال فقط الحياة فيها مجالات أخرى فالرجل يبقى في متحمل المسؤولية تجاه هذه المجالات أنا أقول ختاما لكن أقول نحن لم نكن في حاجة إلى مناقشة موضوع القوامة من الأساس نعم لو أن الناس التزموا بحدودهم الشرعية لو أن الناس استوصوا بالنساء خيرا لو أن الرجال وقفوا عن ظلم النساء لو أن الرجال أدوا ما عليهم من الحقوق والنساء كذلك لو كانت هناك استقرار أسري وسعادة أسرية وأداء لكل واحد من الزوجين للواجبات التي عليه و انعكست الآية بدل ما نطالب بالواجبات نطالب أنفسنا بأداء الحقوق حقوق الآخرين علينا وهذا جزء من انقلابات الزمان نحن بسبب هذا كل جاء حديثنا عن القوامة نعم جميل جميل دكتور يعني في أنا استوقفني نقطة يعني حساسة جدا يعني الرجل ما أنفق ماشي وكان صاحب القوامة والقرار الأساسي في البيت و ما شاء الله عليه لا ينفق ولا قرار الله فات يعني ولا قرار صائف في حياته و يبقى صاحب قوامة يعني الحكمة هنا لا ما الشرع لا يقبل بهذا الوضع الشرع قال للمرأة أولا لا يجب عليك أن تعملي ولا أن تنفقي و حتى لو عملتي و أنفقتي ما يجب عليك شرعا لو حصلت على المال لا يجب عليك شرعا أن تنفق على البيت و لو كنت غنية لو ورثت المال من أب أو اشتغلت في مكان معين لا يجب عليك أن تنفقي درهما واحدا على هذا البيت نعم هذا الشرط الأساسي فهي تنازلت من باب المعاشرة مع زوجها و نوع من التعاون مع زوجها فقامت بهذا الأمر هذا إحسان منها و ليس واجب عليها الزوج إذا كان وصل معه لا ينفق و لا يقوم بأي شروط القوامة الملجأ الوحيد إما حالة الإصلاح بمعنى أن يذكر أو الإرشاد الأسري أن يذكر بواجبه و أن يذكر بمقتضيات أمر القوامة أو إذا عجزنا عن حالة الإصلاح أو حالة الوساطة الأسرية ننتقل إلى الجانب القضاء فالشرع سيلزمه بالنفقة و سيلزمه بمقتضيات القوامة فإن لم يقم بها فإن لم يقم بها هذا الرجل عندها يتدخل يتدخل الشرع الشرع لا يرضم المرأة و يبقى المرأة في عصمة رجل لا يشتغل و لا يحرق ساكنا وجوده كعدمه في البيت لا يمكن أن يرضى الشرع بهذا الكلام أعطها مجالات حتى تنتقل إلى وضعية أفضل و لوضعية أحسن جميل سؤال فضل سمعت الشيخ يعني هلأ بهذا الحديث الرجل لا يحق له أن يجبر المرأة على صرف أي من أموالها في المنزل يعني هو المجبور بكل شي حتى لو كانت هي تامل نعم لا يحق أصلاً المرأة غير مطالبة بإنفاق أي درهم على بيتها إلا بالإحسان لكن المرأة لو ورث يعني مثل كرم أخلاء منه أو مساعدة يعني تسير هذا يأتي في باب التعاون في باب الوئام في باب المشاركة في تكليف الحياة لكنه ليس إلزاماً بعض الرجال استثمروا هذه النقطة فتجدهم يستثمرون هذه القضية في المرأة فيأخذون من أموالها و يستثمرون في أموالها و قد يضيعون أموالها هذا أمر غير صحيح و غير مطلوب شرع الشرع حدد هذه الوظائف بشكل كامل و حدد الواجبات و حدد الحقوق لكل طرف من الأطراف المرأة ليست ملزمة بالإنفاق الرجل يجب عليه أن يسعى لكي ينفق على زوجته و أبنائه و أسرته طيب البعض يقول يعني في هذه النقطة و إن كان لا يعني قد يكون الرابط شوي بسيط ما بين هذه النقطة و موضوع الحلقة يقول المرأة عندما تخرج يكون على حساب البيت أصلاً اللي هو مهمتها و واجبها طيب مدام هي خرجت على حساب البيت نحن تحملنا خروجها غياب مسؤولياتها في الداخل فيجب أن تنفق لذلك لحماية الأسرة من هذا الأمر جاء الموضوع فيما يتعلق بالطاعة نعم و الطاعة في موضوع الخروج من البيت و أن المرأة تخرج من البيت بإذن زوجها لماذا جاء جاء حتى تحمى الأسرة من مثل هذا الباب لأن المرأة ممكن تقول له أنا يعني أنا سأشتغل و سأعمل و تذهب من الصباح و تعود في الليل دون إذنه و دون رضاه تقول له هذا مالي و أنا حق فيه جاء هنا موضوع موضوع الطاعة يا إخواني أخواتي لا يمكن أن تعطي إنسان حق الإدارة و لا تعطيه حق الطاعة نقول لشخص أنت مدير هذه المؤسسة و قائد هذه المؤسسة لكن ليس لك حق الطاعة الموظفون جميعا لا يطيعونك هذا لن تقوم له قائمة فإذاك جاء حق الطاعة حق الطاعة مترتبة لحق القوامة و لذلك جاء الطاعة في الخروج من البيت و العمل إذا كان الزوج هو الذي أذن لها بالخروج و أذن لها بالعمل و فتح لها هذا المجال عندها لا يحق له أن يستند إلى مثل ما قلت أنت اليوم أنني خرجت و تركت واجباته هو الذي قال لها تفضلي أخرجي و أعانى على هذا الخروج و يعني يكون هو قادر على تحمل مسؤولية هذا القرار نعم جميل سؤال سؤال تفضل دكتور في هذا السياق مثلا تجد بعض الأزواج حالتهم المادية ضعيفة يعني ينفق على حدود ما يستطيع لكن الزوجة ليست راضية على هذا الانفاق لا يكفيها مثلا لخصوصياتها أما كانفاق للأولاد و هذا ليس الحال نعم فتجدها هي لا تطيعه مثلا في أوامره أنه يريدها كربة بيت هي تريد أن تشتغل لكي توفر مرتبا تاني فكيف ممكن أن هل للرجل أن يمنع المرأة للخروج للعمل خصوصا إذا كان يعني وضع البيت المالي يعني بسيط نعم الخروج للعمل إما أن يكون المرأة قد كانت تعمل قبل عقد الزواج نعم والرجل قد وافق على الزواج وهو يعلم أنها تعمل وتخرج فعندها وقرها على هذا الأمر فعندها لا يحق له أن يمنعها من الخروج للعمل في هذه الصورة إذا كان العمل قد حدث بعد الزواج بدأ العمل بعد الزواج الأساس تتم الأمر في حدود من التوافق لأنه يعود على الأسرة بالاستقرار والسكينة إذا ما تم الأمر على حدود التوافق فللزوج أن يمنع إذا كان هذا الأمر على خلاف رضاه وعلى خلاف ما يرى هو له أن يمنع ذلك الأمر هذا سيؤثر على الاستقرار الأسري ما ذكرت أخي الكريم هو لا يقع تحت مصدرة التنظيم التشريعي بمعنى نحن نقول إذا وصلت الأسرة إلى هذه المرحلة فهذا إذا اختلفوا سيعودوا إلى القضاء إنما يقع تحت المعاشرة بالمعروف وقضية نوع من التعاون نوع من التكاتف نوع من المشاركة كثير من النساء تشتغل خارج البيت بالاتفاق مع الزوجها لكي تعينه على استكمال ما ينقص في داخل البيت وهذا من الوئام والمعاشرة الطيبة والتشارك وحمل الهموم سويا بين الزوجين وكما ذكرت الحياة لا تقوم على مصدرة فقط هذا حق وهذا واجه هذا الحياة لا تقوم عليه إنما تقوم على أمر أكبر من هذا هو الوئام المشاركة الوجدانية والمشاركة الحقيقية التعاون فيما بينهم على هدائي أمور البيت نعم دكتور سالم الشيخي ختاما ثم ماذا؟ يعني نصيحة حتى نفهم يفهم الرجال ما معنى القوامة؟ ما حدود القوامة؟ كيف تكون القوامة؟ وكيف يعني بشكل عملي يعني نجعلها في بيوتنا؟ والنساء كيف يجب أن تفهم هي القوامة من قبل الرجل وتتقبل هذا المبدأ؟ إذا قلنا ثم ماذا نحن نسأل أو أنه لو تحقق الوعي وانتشرت الثقافة الدينية وانتشر العلم الشرعي بحدود هذه المفاهيم ومنها مفهوم القوامة الذي سننتج بعد ذلك وحالة من الاستقرار حالة من عدم التصادم بين الرجل والمرأة حالة من عدم استغلال الرجل لمفهوم القوامة لكي يعبر عن غضبه ويعبر عن سيطرته ويعبر عن استبداده ويعبر عن جبروته بإذن الله تبارك وتعالى لو استطعنا أن نتحقق بمفهوم القوامة كما جاءت في دين الله تبارك وتعالى سنجني من وراء ذلك استقرار سعادة تحمل مسؤولية نوع من المشاركة الكاملة مشاركة وجدانية ومشاركة حياتية ومشاركة في هموم الحياة القوامة طريق للسعادة القوامة طريق للهناء القوامة طريق لتحمل المسؤولية القوامة طريق للرعاية القوامة ليست استبدادا وليست إخضاعا للمرأة وليست ظلما لها وحاشا لله تبارك وتعالى أن يشرع شيئا ما فيه ظلم لأحد من خلقه طيب سؤال الآن سؤال مفهوم القوامة خصوصا للأزواج القدماء يعني يبدو بأنه بحاجة إلى تصحيح البعض يقول يعني بعد مرور كل هالسنوات يعني هل ممكن أن تتصحح هذه المفاهيم وكيف ممكن أن تتصحح عند هؤلاء قدامة المحاربين قدامة المتزوجون لم يكن هناك قدامة أكثر من الصحابة الكرام عندما أسلموا وقد عاشوا على أعراف وعادات ومفاهيم واعتقادات جهيلية نعم خاصة فيما يتعلق بالمرأة المرأة أنت تعرفوا كيف كانت في مكة قبل الإسلام وكيف كانت عند الرومان وكيف كانت عند الفرس وكيف كانت عند اليونان كيف كانت في الثقافات القديمة كلها كيف كانت المرأة المرأة كانت تباع وتشترى المرأة كانت أمر ثاني المرأة كانت كما عند بعض المعتقدات مخلوقة من هي تمثل الشيطان المرأة المرأة كانت ما الذي عدل أو ما الذي قوم ما الذي أخرج لنا من أمثال الصحابة الكرام وما الذي أخرجنا أجيال من هؤلاء وأجيال من التابعين وأتباع التابعين هو تغيير المفاهيم وتصحيح المفاهيم عندما حصل الالتزام والاستجابة إلى أمر الله تبارك وتعالى كانت النتائج والثمرات في غاية من الروعة وغاية من الجمال لا سبيل لا سبيل لنا إلا أن نصحح المفاهيم المتعلقة بحياتنا الزوجية وعلى رأسها مفهوم القوام الشيخ الدكتور سالم الشيخ وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وعضو مجمع فقهاء الشريع في أمريكا كل الشكر لك وفي الختام نقول الرجال قومون على النساء أمر رباني لرجال هذه الأمة للقيام بالنساء وأمورهم وهو قيام الحفظ والدفاع وكفاية الحاجات والاكتساب والإنفاق فقد قرن تعالى بحكمته الواسعة القوامة بشرطين أساسيين الرجول والإنفاق وجعل من رجولة الزوج إدارة الأسرة واتخاذ القرارات وتحمل التبعات والمسؤوليات وبذل المال فليس كل إنفاق قوامة ما لم يقترن بتلك الدعائم فسبحان الذي أحكم خلقه وأحكم شريعته بلا تردد حلقة قادمة إن شاء الله كونوا على الموعد السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة